Hi my student. Today I will explain a new structure. This structure is reflexive pronoun. الضمائر الإنعكاسية. وانظر إلى هذه الصورة لتوضح لك ما هي الضمائر الإنعكاسية. لنثابع. What is reflexive pronoun? ما هو reflexive pronoun أو الضمائر الإنعكاسي؟ A reflexive pronoun is used when the subject and the word following the verb are the same person. أنا بحكي لك شو يعني هو الضمائر الإنعكاسي؟ هو ضمائر يستخدم في حالة الفاعل والكلمة التي تتبع الفعل. يعني شو الكلمة التي تتبع الفعل؟ هي الأوبجيكت المفعول به. Are the same person. نفس الشخص. يعني الضمائر الإنعكاسية هي ضمائر تحل محل المفعول به. بحيث تعود على الفاعل الجملة. وننظر إلى تعريف آخر. Reflexive pronouns a mirror shows a reflection reflexive pronouns show back to the pronoun. هو عبارة عن مرآة إنعكاس للضمير الذي يعوده إلى الفاعل. يعني البروناون here. المرور شو إلها reflexive pronoun وعلى سبيل المثال her self. طبعا هسا رح نتعرف عليهم. نعيد الضمار الإنعكاسية هي ضمار تحل محل المفعول به. وتعود على فاعل الجملة. يعني من الفاعل هو الفاعل والمفعول به هو نفس الشخص. يعني الفاعل والمفعول به هو نفس الشخص. اللي نكمل. Reflexive pronoun. هسا في عندك الضمار الإنعكاسية. أول شيء يجب أن نميز. في عندنا personal pronoun. الضمار أو subject pronoun. نعرف عليها دائما. وما أخذينها من صف أول لحد صف تاسع. اللي هنه ضمار subject pronoun. I, you, singular. يعني أنت. He, she, it. وعندك we, you. لبلولار أنتم أو أنتنة. وذي. فضر ضمار الفاعل. إلها ضمار مفعول به عندما يكون الفاعل والمفعول به نفس الشخص. نفس الشخص. يعني هي فاعل والمفعول به لنفس الشخص. من قام بالفعل ووقع عليه أثر الفعل هو نفس الشخص. نسميها, نستخدم فيها reflexive pronoun. نستخدم فيها إيش؟ الضمائر الإنعكاسية. بس مش كلهن نفس النهاية. في عندك singular reflexive pronoun. الضمائر الإنعكاسية المفردة تنتهي بself. تنتهي بself. أما الضمائر الإنعكاسية الجم تنتهي بselfs. بselfs. I hurt myself. I hurt myself. أنا جرحت نفسي. I singular. الأبجكت إلها اللي هو me. بس ما بتزبطش I hurt me. فمننا نرجع إنه أنا جرحت حالي. فمننا نحكي I hurt myself. أنا جرحت نفسي. هاي سينجولر حطينا سل. We hurt ourselves. هم جرحوا أنفسهم. كانوا يلعبوا وجرحوا حالي. فمنحكي هم جرحوا أنفسهم. We subject. We. والأبجكت اللي هو بالأساس. Us. بس ما بتنفع us. لأنهم هم اللي جرحوا حالهم. هم اللي أدو حالهم. فمنحكي our selves. فالreflexive pronoun. كالآتي. I. الreflexive pronoun إلها myself. You singular. أنت. Yourself. He. المفرد. Himself. He. Him. سل. آسف. نكمل. He. Himself. She. Herself. It. Itself. هاي. Self. قلها. itself. من تهيل أنها singular. هاتسأل بلولا. We. Ourselves. Selves. جميع. You. Yourselves. They. Themselves. هسا في طلاح بيسألوني. رح يبقوا يسألوني. سألوا محالهم هسا. لأنه احنا نبعاد عن بعض. You. و You. كيف ننميز. You المفرد. You الجمع. ما عنا مشكلة. هان. حطيتها. You. Self. صح. You. Selves. Yourselves. You. Yourself. You. Yourselves. إذا أنت نصح. ممكن هاي. وجه منطقي إنه. تحكي مع واحد. ممكن. نحكي مع الجمع. أكيد. يوم أطالبك فيها. ما رح أحسبك لها. حطيتها. تتايو. الجمع. رح أحكي لك. إذا حطيت. You المفرد. رح أحكي لك. أكيد. ما رح أخليك تائح. نكمل. هاي. طريقة أرتب. من قسمينها. List of reflexive pronoun. قائمة الضمائر. الإنعكاسية. for singular. singular. حكينا اللي فيها. self. اللي هي. myself. نفسي. yourself. نفسك. himself. نفسه. herself. نفسها. itself. لغير العاقل. هسا البلولر. لا. المنتهي ب. selves. المنتهي حكينا بإيش. بسلز. ourselves. ourselves. أنفسنا. yourselves. أنفسكم. themselves. أنفسهم. هاي الأمثلة بالإستخدام هادولا الضمائر. هاي مقاعدين شايفين الصورة. إنهم هم مثالين مبسوطين. هاي أمثلة بالإستخدام. السبججج. the same. السبجج. آسف. نكمل آسف لهذا الخلال نكمل هنا ننتبه أنه we آسف we subject هم بمثالين حالهم فمن الضمير الإنعكاسي إليهم ourselves يعود إليهم we وقع الفعل التسلي عمين عأنفسهم هما سلوا حالهم for ourselves الجملة الثانية the battery وهي اسم يعني يعامل لمعامل ضمير it always returns itself دائما تشحن إيش حالها تعود على نفسها لنكمل أمثلة أخرى أمثل ثاني the monkey is looking at المونكي القرد وهو ضمير يعود على it it is looking at itself يعني هو بطلع حاله فالobject لمن يعود ل لنكمل we were called so we warned هم بردانين فهم بدفوا مين بدفوا إيش أنفسهم فourselves تعود ل we تعود على إيش we ourselves نكمل jack and jack and an شو ضمير البعود لها السبجكت اللي هو they for they didn't hurt themselves in the accent يعني jack وآن ما أدوا نفسهم ما جرحوا حالهم في الحادث ف فاستخدمنا themself تعود على مين على وقوع الفعل على نفس الفعل فالسبجكت هو نفسه الأوب جيت نكمل jim wants to all the chicken buy himself jim subject يعني اللي بداله هي هو يريد أن يتناول الدجاجة كاملة بإيش buy himself يعني اللي حاله فهو الفاعل والمفعول به himself ممكن himself تيجي بعد إيش بعد buy proposition يعني نكمل look i draw a picture of myself انظر i subject أنا المتكلم draw pictures هو شو ما قاله طلا شو بيحكي عن حاله i draw a picture for myself رسمت نفسي لورا لورا هي شي couldn't carry the bag by herself يعني herself تعود على لورا يعني هي مش قادرة تحمل الشنت نفسها يعني هي لحالها مش قادرة تحمل لنكمل هاي جيم are you enjoying yourself أنا منحكي بتسأله تسأله لجيم هل انت مستمت ف you تعود الو لجيم yourself اكيد بنفسه يعني انت مسلي حالك he looked at in the mirror in the shop بتطلع حاله في ايش في المراية فحكينا نرجع انها mirror shop reflexive pronoun بتبقى الفاعل والمفعول به ونفس الشخص نقمد هاي امثلة تطلب هاي الامثلة عليها we finish the project by ourselves we subject finish the project هم انه المشروع بواسطة مين انفسهم for ourselves تعود ل we اللي بعدية you and your husband هان ميزناها حكيت لك رح بتلاقي هان you and your husband يعني بلولار you فبدا تنس صر ضمر الانعكاس yourselves 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 لانه حددنا انه جمع the boy the boy himself on the arm boy بدله bit himself the flat itself is very nice but it is far from the city center هي نفس هاي it تعود الى الفلات jerry you only think about you singular لم حددنا نجاري واحد لشخص واحد من خاطبه for yourself هنا الفاعل من i i did it by myself excellent and ناسف and made the dress by herself and صنعت الفصان ونفسها herself فحكينا نعيد subject will object بس نفس الشخص لنكمل امتلاع اخرى لننظر he was cooking dinner and burnt he cooking burnt himself himself تعود له look at the cat cat it itself she عشان يبقى اوضح انه she was wasn't with the friends she was by herself the twins twins يعني جمع يعني they 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 بتاخذ ايش themselves themselves tell it twins john and peter help yourselves john meters طبعا هذا المثال رح توقف عنده طيب john بيتر راح نستخدم they john وبيتر نستخدم they help themselves احنا ما بنحكي عنهم هم اللي بيحكو عن حالهم او عنهم بدون يساعدوهم john and بيتر help themselves i وهنا لا نركز كثيرا على هذا المثال سيأتيكم في الامتحان ان شاء الله انه اسأل من هيك امتلا i i am going to china soon i am trying to teach chinese i انا احاول ان اعلم ايش نفسي فترجع ل i myself my mother and i ومنشوف i مع اي اسم نستخدم ضمير الانعكاسي ourselves i زائد noun او name عطول منستخدم ourselves هاي المراحظة مهمة لنكمل هذه الامثلة الاخيرة نغير اللون الى الاحمر اي اي وان تو موف باي اي فمنختار yourself اكيد لا نختار himself اكيد لا فشو بنختار myself he cleaned his room by he فالضمير الانعكاس حكينا شو بدنا نختار his himself no himself ولا themself اكيد رح نختار himself reflexive pronoun هان cony and chery cony and chery plural شو بنختار بس عشان نشوف شو نبق the cake by themselves الخيار الاول انه they حكينا هنا himself himself وهان myself نرجع myself himself them themselves did she did it by her self لانو she فأكيد اللي بيعود فهيرسل نعيد i الضمير الانعكاسي له عطول تحت اختار myself he الضمير الانعكاسي انو هاي الجملة كلها تعود الى الضمار الانعكاسية he فلا himself kore korene and chery ثنتين plural فبنختار themselves she did it by here here a kitchen a